السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال عاوز اتقدم للزواج وروحت عند الدكتور قال لي انك مش هتخلف على عند تقدم للزواج وصالح اهل اللي اخطبها على هذا الوضع خلينا نقول اني الاشياء اللي تم اللي بينص الفقهاء على التصريح بيها هي الاشياء المعادية والاشياء التي تمنع من العلاقة الخاصة يبقى دي الحاجات اللي لازم يصرح بها بس احنا كمان بندرك فيها ان كتير من الناس بيكون غرضهم من الزواج ان هو يكون اسره وجزء من مفهوم الاسره عنده الاولاد طيب فبنحبز ان الشخص يكون ايه يصرح بده للزوجة لان هو اذا كان هو تأكد ان هو مش هينجب فهو اكيد مش هينجب من هذه السيدة فهو لو اخف عنهم ده ويكون هي غرض الزوجة ان هي تنجب من هذا الزواج هي بتعتبر هذا نوع من انواع الخديعة التي لا تسمح فيها وانا احنا اعرف نساء كتيرة لما تعرف ان الزوج كان عارف انهم بيخلفش قبل الجواز وتجوزها هي بتطلب الطلاق كثير منه كثير منه كثيرات منهن يطلبنا الطلاق مباشرة ليه؟ لان بتعتبر ان هو خدعها وكذب عليها وضيع فرصتها وكان عايز يضيع عليها فرصتها بان هي تكون مخلفة ويبقى عندها اولاد وتبقى ام ودي نعمة من النعمة اللي هي بتحس ان يزوجها وكأنه تآمر عليها لان يمنعها من هذه النعمة اللي هي ممكن تحس بيها فنصحتي وانا شايف ان ده امر مهم جدا جدا ان احنا نعمل كده بشكل واضح الامر التاني ان في كثير من النساء نعم في كثيرات من النساء كذلك لا ينجبن وهم لائقات بالزواج والحاجة غريبة جدا جدا ان السيدات التي لا ينجبن بيبقى عندهم كثير من الاخلاق الكريمة ان لو انك انت كنت حريص على ده ممكن الله سبحانه وتعالى يجعل الحياة بينكم في خير وفي نعمة وفي بركة فانا رأيي ببساطة خالص وتستداجة بعض النساء توافق على انها تتزوج بهذا فانا رأيي ان انت تصرح لأهل الزوجة والمخطوبة بعد ما تتعرفوا على بعض بهذا الامر لان ده افضل بكتير اذا كنت انت تيقنت ولكن اذا كان الدكتور قالك ان ده صعب كذلك انا شايف ان المصارحة بهذا الامر امر مهم جدا جدا لانه امر يتعلق بادامة الحياة الزوجية وما يتعلق بادامة الحياة الزوجية كان رسول الله سلم حريص انه يكون في فترة الخطوبة لان الرسول الله سلم قال انظر اليها فهذا احرى ان يؤدى ما بينكما يبقى الحاجات كلها اللي بتسع اللي بتخلي الجواز يدوم الافضل انها تكون معروفة في فترة الخطوبة رب ان شاء الله ربنا يسر لك ويبارك لك ويوفقك الى زوجة مباركة سعيدة تعيشوا مع بعض في هنة وسعادة وفتح وتوفيق ونعمة يا رب العالمي يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن بيئة العمل وازاي بيئة العمل تخرج من انها تكون بيئة سامة الى انها تكون بيئة توفر للانسان ان هو يعبد ربنا فيها وتوفر للانسان انها تكون بيئة تساعدنا على ان احنا يزيد انتاجنا وتساعدنا كمان على ان احنا نكون سعداء مقبلين على الله سبحانه وتعالى وتكون بيئة تفتح علينا ابواب الخير يا رب العالمين اكرمنا بان نكون من عبادك في كل وقت وحين بمددك وسندك يا رب العالمين